بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأنوران الأزهران على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل عليه صلاة تامة دائمة ما طلع الليل وأشرق النهار اللهم صل على سيدنا محمد الذي علمنا وأرشدنا ووجهنا وأدبنا وهدانا بهديه وقدم لنا هذه التوجيهات والوصايا وحثنا على رمضان وعلى التأمل في أهر رمضان وعلى أن نتدبر في شهر رمضان وعلى أن نتعبد الله عز وجل في شهر رمضان وحثنا بأحاديث كثيرة جدا جدا على أن يكون شهر رمضان شهر الخير وشهر البركة فالله عز وجل قد قال في كتابه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وإن شاء الله نجعل رمضان هذا خيرا من كل رمضانات السابقة من حيث العمل ومن حيث الهمة ومن حيث المتابعة ونجعله إن شاء الله شهر القرآن شهر القرآن فاليوم يوم الجمعة يوم مبارك وقد كنا كعادتنا نتباحث وإياكم في سورة الكهف فهذا هو المجلس الخامس من مجالس التدبر في سورة الكهف التي شرعت لنا أن نقرأها في كل جمعة أو في كل أسبوع أو أن نقرأ أوائلها كما اتفقنا أو أواخرها على حسب الروايات ولقد وقفنا في الأسبوع الماضي عند قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا وهناك آية قبلها كانت واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وأتى بهذا المثل كما أخبرناك في الدرس الماضي بعد مثل الرجلين واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين فهذه السورة سورة الكهف مليئة بالأمثال مليئة بالتذكرة مليئة بالعبر وهي تبين لنا منهج النظر ومنهج التفكير عند المسلم وتبني لنا منهج التفكير ومنهج العقيدة عند المسلم وما هو الشيء الأساسي الذي يجب أن نركز عليه في حياتنا فضرب لنا مثل صاحب الجنتين ثم ضرب لنا أن هذا المثل يشبهه أن الدنيا كلها هكذا كمان أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا ثم بدأت الآية العظيمة التي سنقف عندها اليوم هي قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا لاحظوا ليش قال المال والبنون لأن هناك صاحبنا هذا صاحب الجنة ماذا قال قال انترني أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أكثر منك مالا وأعز نفرا افتخر بماله وافتخر بنفره وأولاده وكثرة عياله وكذلك المشرك قريش كذلك كفار قريش كذلك أهل قريش كانوا كذلك يفتخرون بالأموال فقالوا يا محمد لا نريدك أن تجلس مع الضعاف ويفتخرون بالنفر والأولاد والبنين وهكذا فآتت الآية هنا لتعلم وتنبه وتربي فتقول لنا المال والبنون زينة وزينة كلمة زينة هذه لها عدة معاني يمكن أن نفهم منها عدة أشياء من معنى زينة أن المال والبنون ليس من ضروريات الحياة يعني المال يأتي ويذهب وكثير من الناس رأيناهم لا مال عندهم وهم يعيشون وبسعادة وسرور يعني ما دام عنده قوت يومه فهو في خير كبير جدا فقد حيزت له الدنيا من بات آمنا في سربه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا إذن الدنيا كلها جعلها الله عز وجل في قوت يوم واحد فقوله تعالى زينة الحياة الدنيا نستفيد منها أن هذه الزينة بمعنى أنها ليست ضرورية وهذا فيه توجيه ضمني لمن لم يقدر له الزواج أو للفتاة التي لم يقدر لها الزواج أو للمرأة التي لم يقدر لها الأولاد يعني اثنان متزوجان ولم يقدر لك الولد فلا تحزن المال والبنون زينة الحياة الدنيا فهي الحياة ستستمر حياتك الآخرة ستستمر ويعني ما تعده للحياة الآخرة إن شاء الله كثير جدا جدا فلا تتوقف عجلة حياة الدنيا على وجود الأموال والأولاد فهم زينة للحياة الدنيا فكلمة زينة فيها تعبير دقيق جدا نفهم منه أنها ليست ضرورية هذا الشيء أيضا نفهم منها أن قوله المال والبنون زينة أنها قيمة من القيم يعني للإنسان وجود أولاد عنده هذه قيمة ووجود أموال أيضا قيمة ولكنها ليست قيمة عليا الإنسان يعيش في هذه الحياة له قيم فالله عز وجل يريد أن يعلمنا من خلال سورة الكهف أن نرتب قيمنا ما هي أعلى قيمة يجب أن تكون لديك أيها المسلم استفدها من سورة الكهف فالمال والبنون شيء جميل جدا وهي قيمة ولكن اجعلها في حجمها فهي زينة لحياة الدنيا فلا تجعلها هي القيمة الأولى في حياتك من أين فهمنا هذا؟ من قوله تعالى معقبا على هذا مباشرة بقوله والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا يا عين يا سلام طيب إذن نرى الإمام بن كثير باستند المتصل إلى الإمام بن كثير رحمة الله عليه قال وقوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا كقوله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والعرض ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب هذه الآية متفقة تماما مع آية سورة الكهف والباقيات الصالحات خير عند ربك طيب إذن هذه القيمة العليا التي يعلمنا القرآن ويربينا عليها وقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم يا سلام أي الإقبال عليه والتفرغ لعبادته خير لكم من اشتغالكم بهم والجمع لهم والشفقة المفرطة عليهم ولهذا قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا قال ابن عباس سعيد بن جبير وغير واحد من السلف الباقيات الصالحات هي الصلوات الخمس هذا قول قوي وقال عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير عن ابن عباس الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهكذا سئل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الباقيات الصالحات ما هي فقال هي لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله رواه الإمام أحمد وبالسند إليه قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا حيوة قال أنباءنا أبو عقيل أنه سمع الحارث مولى عثمان رضي الله عنه يقول جلس عثمان يوم وجلسنا معه فجاءه المؤذن فدعا بماء في إناء أظنه أنه سيكون فيه مد فتوضأ مد يعني أتى بمد ما والمد هو مكيال صغير الحجم لو رأيتمه تتعجبون وقد تلقيناه بالسند المتصل عن شيخنا الشيخ محمد ياسير الفاداني عن شيوخه هذا المد هو الموجود هكذا أمامكم هنا هل تحبون أن أريكم إياه؟ لا بأس هذا هو المد النبوي وهذا هو موجود عندي منذ 33 سنة منذ 33 سنة نعم تلقيناه بهكذا صنعته على المد الموجود عند شيخنا الشيخ محمد ياسير الفاداني وهو صنعه على المد الموجود عند شيوخه وشيوخه عن شيوخهم وهكذا بالسند المتصل وتلقيناه عن غيره أيضا من الشيخ عبد الوكيل وغيره من شيوخ الهند أيضا بأسانيد متعددة هذا المد كما يقول سيدنا عثمان فجاءه المؤذن فدعى بماء في إناء أظنه أنه سيكون فيه مد يعني بحجم المد هذا الحجم كانوا يتوضؤون به اليوم لو ملأنا هذا المد ماء وقلنا لأحد الشباب توضأ به لا يكفيه ربما لغسل وجهه فقط فسبحان الله لذلك الإسراف لا ينبغي في الوضوء فتوضأ أي بهذا المد ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا ثم قال من توضأ وضوئي هذا أي متكاملا بدون إسراف ثم قام فصلى صلاة الظهري غفر له ما كان بينها وبين الصبح ثم صلى العصر غفر له ما بينها وبين الظهري ثم صلى المغرب غفر له ما بينها وبين العصري ثم صلى العشاء غفر له ما بينهما وبين المغربي ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته ثم إن قام فتوضأ وصلى صلاة الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء وهي الحسنات يذهبن السيئات يعني هذا الكلام تفسير قوله تعالى إن الحسنات يذهبنا السيئات الله رحيم الله عظيم ما خلقنا إلا من أجل أن يكرمنا لأننا عباده فإذا فقهنا عن الله حق الفقه لا شك أنه سيكرمنا ويعطينا قالوا هذه الحسنات فما الباقيات الصالحات يا عثمان قال هي لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وروا مالك عن عمارة بن عبد الله بن صياد عن سعيد بن مسيبي قال الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وأنا أتكلم الآن كرروا هذه الأذكار قبل في اللقاء السابق طلبت منكم واتفقنا على أن نسبح الله على الأقل عشر مرات وعلى الأقل الحمد للعشر مرات والتهليل عشر مرات أقل القليل وأنا أذكر هذه الأحاديث الآن سأذكر حديثين ثلاث أحاديث سبحوا الله وكرروا ذلك لأن الله عز وجل عندما يرى تسبيحه إن الملائكة يرسل ملائكة فإذا بها تفرح لمجلسكم وتفرح لذكركم وتفرح في أول ليلة من شهر رمضان ونحن نقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله نريد أن نتذوقها اليوم نريد أن ندرك قيمتها اليوم وقال محمد بن عجلان عن عمارة قال سألني سعيد بن المسيب أو المسيب عن الباقيات الصالحات فقلت الصلاة والصيام قال لم تصب فقلت الزكاة والحج فقال لم تصب ولكنهن الكلمات الخمس لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله يا سلام وقال ابن جريج أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن نافع عن سرجس أنه أخبره أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن والباقيات الصالحات قال لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال ابن جريج وقال عطاء ابن أبي رباح مثل ذلك إذن هذه الأحاديث كلها كما ترون يسردها الإمام بن كثير ليؤكد لنا هذا المعنى بشكل كبير وساق أيضا حديثا آخر قال ابن جرير وجدت في كتابي عن الحسن بن الصباح البزاري عن أبي نظرين التمار عن عبد العزيز بن مسلم عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من الباقيات الصالحات من أحب أن يتابع معنا في تفسير ابن كثير بكل سهولة تجدون التفسير موجودا في موقع إسلام ويب بس أكتب تفسير ابن كثير إسلام ويب مباشرة تفتح لك الصبحة وتدخل على الآية وتتابع معنا ما نقرأه إن شاء الله قال وحدثني يونس قال أخبرنا ابن وهبن قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمحي حدثه عن ابن الهيثم عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استكثروا من الباقيات الصالحات قيل وما هي يا رسول الله قال الملة قيل وما هي يا رسول الله قال التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله وهكذا رواه أحمد من حديث دراج به وبه قال ابن وهبن أخبرني أبو صخر أن عبد الله بن عبد الرحمن مولى سالم بن عبد الله حدثه قال أرسلني سالم إلى محمد بن كعب القرضي فقال قل له إلقني عند زاوية القبر فإن لي إليك حاجة قال فالتقيا فسلم أحدهم على الآخر ثم قال سالم ما تعد الباقيات الصالحات فقال لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فقال له سالم متى جعلت فيها لا حول ولا قوة إلا بالله فقال ما زلت أجعلها قال فرجعه مرتين أو ثلاثا فلم ينزع أي فلم يغير رأيه قال فأبيت قال فأبيت قال سالم أجل فأبيت فإن أبا أيوب الأنصاري حدثني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول عرج بي إلى السماء فأريت إبراهيم عليه السلام فقال يا جبريل من هذا معك فقال محمد فرحب بي وسهل ثم قال مر أمتك فلتكثر من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة فقلت وما غراس الجنة قال لا حول ولا قوة إلا بالله يعني آثار متعددة تؤكد لنا قيمة هذه الكنوز الموجودة عندنا وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن يزيد عن العوام قال حدثني رجل من الأنصار من آل النعمان بن بشير قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء فرفع بصره إلى السماء ثم خفض حتى ظننا أنه قد حدث في السماء شيء ثم قال أما إنه سيكون بعد أمراء يكذبون ويظلمون فمن صدقهم بكذبهم وما لأهم على ظلمهم فليس مني ولا أنا منه ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم فهو مني وأنا منه ألا وإن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات يا سلام وقال الإمام أحمد لاحظوا الإمام بن كثير طول وأتانا بأحاديث كثيرة جدا في هذا المعنى دليل لأهميتها وقيمتها وقال الإمام أحمد حدثنا عفان وقال حدثنا أبان وقال حدثنا يحيب بن كثير عن زيد عن أبي سلام عن مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن خادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخن بخن لخمس ما أثق لهن في الميزان لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده أي من مات له ولد فيحتسبه والده أي يصبر على ذلك هذا له أجر كبير جدا جدا عند الله سبحانه وتعالى وقال بخن بخن لخمس من لقي الله مستيقنا بهن دخل الجنة يؤمن بالله واليوم الآخر وبالجنة وبالنار وبالبعث بعد الموت وبالحساب يا سلامك وقال الإمام أحمد حدثنا روح قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال كان الشداد بن أوسر رضي الله عنه في سفر فنزلنا منزلا فقال لغلامه إيتنا بالشفرة نعبث بها إذن من الذي قال شداد بن أوس قال لغلامه أي خادمه إيتنا بالشفرة نعبث بها الشفرة يعني السكين أو خنجر هكذا من عادة العرب دوما معهم خناجر فقال أعطيني الشفرة أريد ألعب فيها يعني ألعب للعبة فأنكرت عليه ماذا تقول وهل المسلم يلعب أنكر عليه الراوي يقول أنكرت عليه فقال ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها يعني كل كلامي مراقب كل كلامي أجعل له خطام الخطام هو الرسن الفرس كما الحبل الذي يوضع برأس الفرس يخطمها حتى لا تخفز وتنطلق بشكل كبير جدا فيقول منذ أسلمت ما تكلمت بكلمة إلا وأنا أخطمها وأزمها غير كلمة هذه هاي فلتة من الفلتات طلعت مني سبحان الله إن الذين اتقوا إذا مستهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون هذا من كبار الصالحين لذلك قال كلمة هكذا يريد أن يمزح يريد أن يلعب قال اتني بالشفرة ألعب بها أن أعبث بها فلما ذكره أحدهم بالله عز وجل تذكر فقال ما قلت منذ أسلمت إلا كلمة هذه بدون زمام ولا خطام فلا تحفظوها علي واحفظوا ما أقول لكم يا الله شوفوا تربية الصالحين كيف يا ترى لو عددنا الآن خلال 24 ساعة أيها الشاب أيها المرأة أيها الأخت أيها الأخ كم كلمة قلناها لا زمام لها ولا خطام كم مزح مزحناها لا زمام لها ولا خطام كم رسالة على التليفون وأنا تكلم وتكلمت بها لا زمام ولا خطام تلاحظون بهذه المقارنة تلاحظون الفرق بيننا وبين السلف الصالح الذين كانوا إلى الله أقرب وأعظم قال فلا تحفظوها عني أرجوكم هذه الكلمة لا تحفظوها عني واحفظوا ما أقول لكم اسمعوا الدرر التي ينبغي أن تقال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات هذا الكنز الحقيقي اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب يا سلام هذه الأدعي الجميلة احفظوها وادعوها في رمضان هذا رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام أحمد بالعموم لا يروي إلا شيء حديثا مقبولا يا سلام ثم رواه أيضا النسائي من وجه آخر عن شدات بنحوه وقال الطبراني حدثنا عبد الله بن ناجيه قال حدثنا محمد بن سعدين العوفي قال حدثني أبي قال حدثنا عمر بن الحسين عن يونس بن نفيعي الجدلي عن سعد بن جنادة رضي الله عنه قال كنت في أول من أتى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف فخرجت من أهلي من السرات عدوة فأتيت من عند العصر فتصاعدت في الجبل ثم هبطت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت وعلمني قل هو الله أحد وإذا زلزلت الأرض زلزالها وعلمني هؤلاء الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقال هن الباقيات الصالحات وبهذا الإسناد أيضا من قام من الليل فتوضأ ومضمضفاه ثم قال سبحان الله مئة مرة والحمد لله مئة مرة والله أكبر مئة مرة ولا إله إلا الله مئة مرة وغفرت ذنوبه إلا الدماء فإنها لا تبطل إذن هذه الأوراد الجميلة وهذه الأذكار الجميلة التي ينبغي علينا أن نحافظ عليها في الدرس الماضي قلنا عشر مرات ما رأيكم أن نرقيها الآن في رمضان مئة مرة كم ستأخذ معك لنا الوقت أيتها الأم وأنت تطبخي وأنت في المطبخ وأنت رايح وجاية قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم أستغفروا الله كرروا هذه الأدعية وأشعروها لأولادكم وأشعروها لبناتكم وأسمعوها للصغار فأنهم يتعودون عليها إن شاء الله طول الإمام بن كثير في هذا المعنى بشكل ملفت للنظر وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله والباقيات الصالحات قال هي ذكر الله قول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله وتبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله وصل الله على رسول الله والصيام والصلاة والحج والصدقة والعتق والجهاد والصلة وجميع أعمال الحسنات وهن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السماوات والأرض وقال العوفي عن ابن عباس هن الكلام الطيب وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هي الأعمال الصالحة كلها واختاره ابن جرير رحمه الله إذن هذه الحاديث التي ساقها ابن كثير بإسهاب ليبين لنا قول تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا هذا هو الأمل الذي ينبغي أن نعلق عليه قيامنا العليا هذه القيام العليا وليست المال والبنون نعم ثم يخبر الله عز وجل بقوله وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا يا سلام انتقل بنا إلى قول تعالى إلى مشهد عجيب وَيَوْمَ عندما نرى في سورة الكهف وَيَبْدأ القرآن بشيء بعده وَيَعْنِ وَذْكُرْ يَوْمَ وَذْكُرْ يَا مُحَمَّدْ واعتبر يا محمد أنت وكل من يقرأ سورة الكهف واذكر يوم كذا هذه الواو يعني عاطفة عطفة جمل نعم وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً الله يخبر الله تعالى عن أهوال يوم القيامة وما يكون فيها من الأمور العظام كما قال تعالى يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا أي تذهب من أماكنها وتزول كما قال تعالى وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابُ علامة من علامات يوم القيامة أن الجبال تذهب هذه الجبال التي نظر منها كبيرة وعظيمة وكلها تزول تصبح كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش مثل الصوف المنفوش وقال وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفَا لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا يقول تعالى إنه تذهب الجبال وتتساوى المهاد وتبقى الأرض قاعاً صفصفا أي سطحاً مستوياً لا عوج فيه ولا أمتا الأمت هو المرتفع الخفيف أو الوهد بين مرتفعين الوهد المنخفض بين مرتفعين يعني ما فيه عوج أبداً الأرض مستقيمة مسطحة ما العبرة فيه هذا قال ولا أمت أي لا وادية ولا جبل ولهذا قال تعالى وترى الأرض بارزة أي بادية ظاهرة ليس فيها معلم لأحد ولا مكان يواري أحداً بل الخلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية قال مجاهد وقتادة وترى الأرض بارزة لا خمر فيها ولا غيابة الخمر في بعض النسخ مكتوبة خمر لكن الصواب خمر الخمر كما يقول أهل اللغة هي كل ما سترك من بناء أو شجر ما خمر العقل أي ستر العقل حتى الخمر مأخوذ من الستر يعني فالخمر لا خمر فيها ولا غيابة غيابة الجب يعني هي الجوف الجب فالأرض بارزة أي مسطحة ولا خمر فيها أي لا مكان يسترك فأنت ظاهر ما في أحد يتخبى هون هون الكل يعني هكذا بارزة من البراز والبراز هو الفضاء نعم قال قتادة لا بناء ولا شجر وقوله وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا الآن الآيات تصور تصور لنا المشهد يوم القيامة بشكل عجيب جدا في قوله تعالى ويوم نسير الجبال نسير معروف فعل مضارع والجبال مفعل به قرئت بقراءة متواترة ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة تسير أيضا بأمر الله عز وجوله الجبال نائب فاعل تمام قال وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا أي وجمعناهم الأولين منهم والآخرين والآخرين فلم نترك منهم أحدا لا صغيرا ولا كبيرا كما قال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وقال ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ابن كثير رحمة الله عليه فيه ميزة في تفسيره أنه دوما يذكرنا بالآيات بين ظائرها وما يشبهها في القرآن الكريم من سور أخرى وهذا من استحضاره للقرآن الكريم بشكل كبير جدا وهذا من تذوق القرآن الكريم الله إذن الآن الآية تصور لنا ويوم تسير الجبال أو نسير الجبال وأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ما في أحد متخبي أبدا أبدا الكل ظاهرون طيب وعرضوا على ربك صفا مصفوفين صفا لا يختبئ أحد وراء أحد الصف المنظم المرتب يحتمل أن يكون المراد أن جميع الخلائق يقومون بين يدي الله صفا واحدا كما قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون ما في كلام هنا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ويحتمل أنهم يقومون صفوفا صفوفا كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة هذا تقريع للمنكرين للمعاد المعاد الآخرة الآخرة اليوم يوجد فرق من الناس يدعون الإسلام ومع ذلك ينكرون البعث ينكرون الآخرة هذا شيء خطير جدا وينكرون أيضا عذاب الآخرة يعني مما قرأت في الأيام الماضية أن أحد المشايخ يعني يقول مما تعلمته من كورونا أن الجنة حق وأن النار يخوف الله به عباده على سبيل التهديد والتخويف وأنها مجاز وليست حقيقية يا سبحان الله هذا كلام خطير كيف أن الآيات التي تصف الجنة هي الآيات نفسها التي تصف النار فلما تقول إن الجنة حقيقية والنار مجاز هذا حقيقي وهذا حقيقي لأن المخبر واحد وطريق الخبر واحد فلما نفرق بين المتماثلات إذن لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة هذا تقريع للمنكرين للمعاد وتوبيخ لهم على رؤوس الأشهاد ولهذا قال مخاطبا لهم بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا سبق أن زعمتم أن هذه الأرض يعني هذه الدنيا هي نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ويعني ما في آخرة لذلك سورة الكهف تركز لنا على هذا المعنى الذي كانت تنكره قريش لاحظوا كيف وأيضا كأن الله عز وجل عليم بخلقه ويعلم أنه سيأتي يوم من الأيام الناس ينكرون البعث وينكرون الآخرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا أي ما كان ظنكم أن هذا واقع بكم ولا أن هذا كائن ثم قال تعالى ووضع الكتاب يا الله كلمة ووضع الكتاب آية عجيبة إذا قرأتمها في كل يوم جمعة فعلى قلوبنا أن تهتز وعلى أفئدتنا أن تخفق لهذه الآية ووضع الكتاب أي كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير يعني الصغير حقائر الذنوب التي نستحقرها بأعيننا ولا نشعر أنها ذنوب فيجتمع في هذا الكتاب الجليل من الذنوب والحقير منها والفتيل والقطمير يجتمع فيه الفتيل والقطمير والصغير والكبير ما هو القطمير يا إخوة؟ القطمير هو القشرة التي تكون فوق النوات داخل التمر كان عندي هنا تمرة إن شاء الله يكون واضح عندكم تمام يعني هذه النوات الآن هذه النوات كما تلاحظون وهذه القشرة الموجودة على النوات هذه القشرة الرقيقة جدا جدا إن شاء الله يكون الصورة واضحة هنا يوجد قشرة تلاحظون هذه القشرة ما أرقها سأنزعها أرأيتم ما أرق هذه القشرة؟ هذا القطمير اللي بتكون متغلف فيه نوات التمر هذه اسمها قطمير وهذا الذي في الشق اسمه فتيل لاحظوا الشق هذا الآن سأخرجه هذا فتيل فتيلة ولا يظلمون فتيلة هذا الفتيل شايفينه كيف؟ سبحان الله إذا تأكلون التمر طبعا اليوم أفطرتم على التمر كلكم فجيبوا تمرة وشوف كيف الفتيل والقطمير واشرحوا لأولادك شرحا عمليا إذن هذا الفتيل الذي في داخل يسق التمر هذا الفتيل يا سبحان الله تمام؟ وهذا القطمير طيب ولا يظلمون فتيلة ولا يظلمون نقيرة في ظهر مقابل الشق في ظهر النوات يوجد حفرة هذه الحفرة هي النقير رأيتم الحفرة هذه؟ يمكن مش واضحة في التصوير لكن واضحة ما شاء الله تمام أحسنت هذه الحفرة الصغيرة جدا التي لا تكاد يعني ترى اسمها النقير ولا يظلمون فتيلة وأيضا يعني تجدون فيه حتى القطمير وأيضا لا يظلمون نقيرة أي بمقدار هذه النقرة الموجودة في هذه النواة لا تظلم يا أيها الإنسان وهذا النقير فيه سر إعجازي عجيب جدا يقال إن من هذا النقير تنبت تلك النخلة الضخمة الكبيرة جدا عندما توضع النواة هذه في التربة في الأرض نعم هذا النقير منه يعني سبحان الله تحمل النخلة يا الله يا الله ما أعظمت الله الله إذن ولا يظلمون نقيرة ولا يظلمون فتيلة ما يملكون من قطمير أهل الدنيا كلهم لو اجتمعوا أمام عظمة الله عز وجل ما يملكون من قطمير قطمير هذا هو القسرة الرقيقة هذه اللي ما شفناها كم من رأكلت تمر بالله يعني أن يوم أفطرت على تمر في أحد منكم لاحظ القطمير ما لحد لاحظه يأكل يبلع مع الأكل أو يرمى مع النواة لا أحد يلاحظ القطمير لرقته تمام إذن قال الله تعالى ووضع الكتاب الله أكبر ووضع الكتاب أي كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير والفتيل والقطمير والصغير والكبير فترى المجرمين كل حاجة ما تركها صغيرة ولا كبيرة أيش هذا معقول هذا الذي كان يخبرنا الله عنه ونقرأها في كل أسبوع ولكن لم نتعظ فهذا هو رمضان قد جاءكم وهذا يوم الجمعة قد جاءكم وهذه سورة الكهف جاءت لتنبهنا وتنبهنا فهل نتنبه يا رب إذن فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أي لا يترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا ولا عملا وإن صغر إلا أحصاه أي ضبطه وحفظه بالدقة بالصوت والصورة والحركة والمشهد العجيب جدا يا الله وروى الطباراني بإسناده المتقدم في الآية قبلها إلى سعد بن جنادة قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين نزلنا قفرا من الأرض ليس فيه شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا من وجد عودا فليأتي به ومن وجد حطبا أو شيئا فليأتي به قال فما كان إلا ساعة حتى جعلناه ركاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذا فكذلك تجمع الذنوب على الرجل منكم كما جمعتم هذا فليتق الله رجل ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة فإنها محصاة عليه وقوله ووجدوا ما عملوا حاضرا أي ما عملوه من خير أو شر كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وقال تعالى وقال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر وقال تعالى يوم تبل السرائر أي تظهر المخبآت والضمائر قال الإمام أحمد حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به أخرجه في الصحيحين وفي لفظ يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته يقال هذه غدرة فلان ابن فلان الاست هي مؤخرة الإنسان يوضع عند المؤخرة لواء هكذا علامة واضحة جدا 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 حتى يكون مفضوحا يوم القيامة نسأل الله العافية نسأل الله العافية يرفع ولكل إنسان لكل غادر الغدر الصغير أو الكبير احذر أن تكون غادرا احذر أن تكون غادرا مع نفسك احذر أن تكون غادرا لزوجتك احذر أن تكون خائنا غادرا لأهلك لزوجك لولدك لأبيك للأمة الإسلامية للأمة إن كنت مسؤولا فإن يوم القيامة سيكون فاضحا على الملأ وقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا لاحظوا لا يظلم هناك ماذا قالت قال عن وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهم جنتين من أعناب وحففناها وبنخلي وجعلنا بينهم ولم تظلم كلتا الجنتين آدت أكلها ولم تظلم منه شيئا هناك ولم تظلم منه شيئا وبعدين هنا قال ولا يظلم ربك أحدا فالكلام عن الظلم هناك شيء أريد أن أشير إليه أيها الإخوة إن سورة الكهف يوجد بينها خطوط ذهبية جميلة جدا هذه الخطوط يعني يجب أن تروها وأنتم تقرؤون سورة الكهف فمثلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الكتاب هناك خيط بين الكتاب وبين سورة الكهف ككل كأن سورة الكهف جاءت خادمة للكتاب وفيها أدلة على أن هذا الكتاب هو قيم ليس بذي عوج فتجدون هناك خيوط يعني تربط الفروع بالأصول فسورة الكهف فيها روابط عجيبة في كل قصة تجدون هذه القصة تؤكد معنا وهذا المعنى سبق أن أشار إليه في البداية وسيشير إليه في القصة الثانية وسيشير إليه في الدروس والعبر المأخوذة من هذه القصة إذن هذه الدروس التي أخذناها اليوم هي دروس وعبر وتعقيبات على قصة صاحب الجنتين أنا أكثر منك ما لو أعز نفر لاحظوا كيف فلا زالت الآيات تربي فينا هذا المعنى وتعطينا معنى القيمة الحقيقية للإنسان ومعنى القيمة الحقيقية التي يصعى إليها الإنسان في هذه الحياة الدنيا نعم ولا يظلم ربك أحدا لاحظوا الخيط الذي يذكرنا بأن هناك يعني قضية الظلم أي فيحكم بين عباده في أعمالهم جميعا ولا يظلم أحدا من خلقه بل يغفر ويصفح ويرحم ويعذب من يشاء بقدرته وحكمته وعدله ويملأ النار من الكفار وأصحاب المعاصي ثم ينجي أصحاب المعاصي ويخلد أو يخلد فيها الكافرون وهو الحاكم الذي لا يجور ولا يظلم قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما الله عز وجل عظيم عادل لا يظلمنا أبدا أبدا وما الله يريد ظلما للعباد وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين والآت في هذا كثيرا وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال أخبرنا همام بن يحيى عن القاسب بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتكلم جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله يقول رضي الله عنه بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسمعه أنا فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت عليه شهرا شهر كامل حتى قدمت عليه الشام يبدو أنه كان في المدينة المنورة فسفر من المدينة إلى الشام على الدابة السريعة شهر أتى من المدينة أو من المكان الذي كان فيه شهرا كاملا على هذا البعير من أجل حديث من أجل حديث لاحظوا قيمة العلم قال فإذا لما وصل الشام فإذا عبد الله بن أنيس فقلت للبواب قل له جابر على الباب فقال ابن عبد الله فقلت نعم قال فخرج يطأ بثوبه يعني لبس ثوبه على السريع وخرج يخب في ثوبه ويطأه من شدة سرعة تأهبه وانطلاقه بسرعة لأنه شيء عظيم جدا ضيف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المدينة المنورة قادم إلي ما الشأن ما القصة قال فخرج إلينا يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته رضي الله عنهم قال فقلت على طول لسه ما في كيف حالك ولا أخبارك ولا كيف الأولاد ولا كيف الأموال على طول لسه ما خلص العناق قال له حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه يا الله هذا الحرص على العلم هذا الحرص على أن يحضر الإنسان مجالس السماع وأن يشد الرحلة إليها كان السلف رضي الله عنه يرحلون الأيام والأسابيع والشهور لو حدثتكم عن رحلة الإمام البخاري حتى صنف صحيحه لتجدون آلاف الكيلومترات التي قطعها من بخارة إلى بلاد الأرض إلى الحجاز إلى الشام إلى مصر إلى 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 هكذا دار الأرض ثم بعد ذلك عاد إلى بخارة بعد أن قطع آلاف الكيلومترات وهو يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة أو قال العباد عراتا غرلا بهما عراتا معروف وغرلا أي غير مختونين تعود لهم يعني ما كانوا قبل الختان يعودون كما كانوا كما ولدوا يعني كما ولد وبهما قلت وما بهما قال ليس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند رجل من أهل النار حق حتى أقصه منه حتى اللطمة قال قلنا كيف وإنما نأتي الله عز وجل حفاتا عراتا غرلا بهما قال بالحسنات والسيئات بالحسنات والسيئات كم نحن بحاجة إلى هذه الحسنات وإلى تجنب السيئات وعن شعبة عن العوام بن مزاح من عن أبي عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الجماء ما معنى الجماء أي الدابة أو العنزة أو الغنمة التي ليس لها قرن ليس لها قرون إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة القرناء اللي إلهى قرون الله عادل الله عظيم رواه عبد الله بن الإمام أحمد وله شواهد من وجوه أخر وقد ذكرناها عند قوله ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فلا تظلم نفس قوله نفس أي سواء كان إنسان أو غير إنسان نفس وعند قوله تعالى إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون اليوم كنت وعدتكم بمفاجأة جميلة ولطيفة إن شاء الله بعد قليل سيتصل بي أحد الشباب لمفاجأة إن شاء الله في أول يوم من رمضان لأن الآيات قد وصلنا إلى قوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا هذا معنى جديد وكلام جديد ويحتاج منا إلى وقت وقد وعدتكم أن لا أطيل أكثر من ساعة ولكن تأخرنا في البداية فلا بأس أن نختم لقاءنا هذا بهذه المفاجأة اللطيفة جدا سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله ما شاء الله كيف حالك والله الحمد لله بألف خير معنا الشاب اللطيف الضريف ياسر عبد الرحمن خلاف هذا الشاب من المقبلين على طاعة الله عز وجل ومن أصحاب الأصوات الجميلة ومن المقبلين على حفظ القرآن الكريم وقد علمت أنه بدأ بحفظ القرآن الكريم وله صوت جميل جدا وأحببت أنا أن يرحب بكم في شهر رمضان وأن يقدم لنا هذه الأنشودة اللطيفة منه في شهر رمضان لكن قبل ذلك عرفنا عنك يا سيد ياسر كم عمرك أنا ياسر عبد الرحمن خلاف وعمري رطات السنة محب للعلم والعلماء ما شاء الله أعيش في أسرة مؤلفة من والدي ووالدتي وأخواتي ثلاثة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله الله يفتع عليك شي جميل جدا ويعني محب للعلم والعلماء الله يفتع عليك طيب يا سيد ياسر نحب أن نسمع منك ترحيبا في شهر رمضان أو في ماذا تريد أن تقدم لنا هذه المفاجأة للجمهور الآن ما شاء الله مئات من الناس يستمعون فتفضل أكرمنا من عيوني يا شيحر حياكم الله حياكم الله تفضل يا نور الهلال أقبل تعال رمضان 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 يا حبيب رمضان 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 ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عم العباد يا خير الزاد رمضان يا شهر القرآن فيك أدوق حلاوة الإيمان لا لا تنقضي أن تلع رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب ما شاء الله ما شاء الله الله يفتع عليك الله يفتع عليك وينور قلبك بالقرآن وينور قلبك في شهر رمضان ما شاء الله تبارك الله أبدعت وأحسنت يا سيد ياسر وإن شاء الله يعني لنا لقاءات أخرى معك أن نسمع أيضا صوتك بتلاوة القرآن الكريم في لقاءات أخرى إن شاء الله وماذا تحب أن تقول في رمضان أيضا للإخوة المستمعين والمشاهدين شكرا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نخبر ذلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا ما شاء الله ما شاء الله يعني هاي طلعت كمان على أحلى وأحلى يعني الظاهر الصوت لسه كل ما سمعنا أحلى بيطلع شيء أجلى وأحلى ما شاء الله يعني هذو الأهل النغم بيقلك بيعمل يسلطن بالنغم أهلا وسهلا ما شاء الله عليك يعني بدأت السلطن يعني إذا طلبنا واحدة ثالثة يمكن بيطلع شيء أحلى وأحلى كمان أنت شيخي وشيخ أبي تسلم تسلم يا رب الله يخلي لك والدك يخلي لك الوالدة وخلي لك هالأسرة الطيبة التي يعني أحسن تربيتك وأحسن في تنشئتك على الخير إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن نراك عالما حافظا قارئا مجودا للقرآن الكريم إن شاء الله الله يزيك الخير على هاي اللي درسي عن طينا يا والله هناك كثير سيجعا نستفيد والله يزيك الخير شكرا كثير ياسر الله أعطيك العافية ويبارك فيك نورتنا اليوم في رمضان ورحبنا في هالمجموعة في رمضان وكان لقاء حلو كثير وإضافة جميلة جدا جدا شكرا شكرا وإلى اللقاء في مرات أخرى إن شاء الله وتحية المتابعينات كله إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ما شاء الله إذن إن شاء الله أسأل الله أن يعينني في مفاجآت في لقاءات أخرى إن شاء الله مع شباب يافع وشباب ناشئ مثل هؤلاء الشباب هذا الشاب ياسر ما شاء الله يعني يتمتع بصوت جميل وإقبال على الله عز وجل وعنده قناة أيضا ندعمه في قناته يعني هكذا فهذه القنوات الحقيقة اليوم انتشرت وأصبحت كثيرة جدا جدا هذه القنوات التي على اليوتيوب يعني فيها الغث وفيها السمين وفيها ما يفيدك في آخرتك وفيها ما يضرك في دنياك وآخرتك فانتبه أيها الشاب إلى القنوات التي تفتحها أو إلى اليوتيوبات التي تتابعها تابع شيئا حسنا تابع شيئا طيبا قدم شيئا يفيدوا الأمة قدم شيئا يفيدوا شباب الأمة فإن شاء الله يكونوا في ذلك الخير الكبير جدا جدا إن شاء الله إذن حتى لا نطيل عليكم أتابع بعض تعليقاتكم ونعم سيد مخصوص عبد الحسن ممن أعطيه مزمارة من مزامير آلي داود الله يبارك فيك يا سيد ياسر ما شاء الله سيد ياسر بدأت الرسائل تتوجه إليك ويعني محمود العز يقول مفاجأة مميزة ولفتة تربوية جزاكم الله خيرا نعم إن شاء الله يعني نرى محمود أيضا إن شاء الله يوما ما يتصل بنا ويعني هكذا يقرأ لنا شيء من القرآن بإذن الله تعالى إن شاء الله بإذن الله تعالى وما ذلك على الله ببعيد وما ذلك على الله ببعيد ما شاء الله السيخ نادر محمد يقول لك يا ياسر ما شاء الله تبارك الله حفظ الله لك صوتك يا شيخ ياسر جميل جدا سبحان الله العظيم نعم إذا رأى الإنسان شيئا حسنا فليبرك ويقول تبارك الله تبارك الله سبحان الله نعم بارك الله فيكم نرحب بالإخوة الذين انضموا إلينا ولم نرحب بهم أبو عبد الملك المهداوي أبو عاصم الشوحة أم إسلام جلال الدين الحمصي ياسر محمد مصطفى لم نرحب بهم في البداية ولكن أهلا وسهلا ومرحبا وحياكم الله وبارك الله فيكم جميعا المفاجأة رائعة جدا نعم إن شاء الله إن شاء الله يعني تكون هناك مفاجآت أيضا جميلة حتى هناك مخترح إن شاء الله بالنسبة لدروس التجويد أن يكون معي بعض طلابي من المجيدين للقرآن والقراءات إن شاء الله ويتلون بعض التلاوة وأعلقوا على تلاوتهم بما يفيدكم ويفيد المستمعين إن شاء الله في ليالي رمضان ليالي رمضان ليالي مباركة ليالي طيبة ليالي جميلة أسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بكل خير إنه سميع قريب مجيب طيب لا نريد أن نطيل عليكم لأن ما شاء الله أكيد هناك أشياء تنتظركم وبرامج تنتظركم فمن لم يصلي التراويح يعني يلحق ويصلي التراويح إن شاء الله ومن لديه درس آخر يمكن أن يستدرك الدروس من الشيوخ الآخرين إن شاء الله وبارك الله فيكم جميعا إذن نختم مجلسنا هذه مجلسنا هذا بالدعاء اللهم يا رب كما أهللت علينا شهر رمضان فأهله علينا باليمن والأمان والبركة والخير والرضوان اللهم يا رب إنا قد صمنا إليك اليوم اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الضمأ وابتلت العرق وثبت الأجر إن شاء الله اللهم يا رب اكتبنا عندك من المقبولين اللهم اجعلنا عندك من المقبولين اللهم إنا نسألك أن تعيننا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان اللهم أعننا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان اللهم في هذا اليوم المبارك الذي أكرمتنا بصيامها أكرمنا بكل شهر رمضان ومنع لنا فيه بالصحة والعافية يا رب العالمين اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أيضا أن تمنع على جميع المسلمين بالشفاء العاجل يا رب العالمين اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء عن المسلمين وعن العالم كله يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا من صلاة التراويح جماعة في مساجدنا اللهم لا تحرمنا من صلاة الجمعة في مساجدنا اللهم أكرمنا بنعمة إعمار المساجد يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تغفر ذنوبنا كلها قديمها وحديثها عمدها وخطأها سرها وجهرها ما علمنا منها وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته